موسيقى نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية نستاهلها بأبرز العنوين موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد دالعليم يصل الغيظة في زيارة تفقدية لمحافظة المهرة موسيقى رئيس مجلس القيادة الرئاسية يبحث مع المبعوث الأمريكي الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في بلادنا موسيقى موسيقى مجلس النوزراء يقر في اجتماعه بالعاصمة الموقاتة عدن عددا من الأجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية موسيقى من العنوين إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية الهند الصديقة دروباو مورمو وذلك بمناسبة ذكر استقلال بلادها وعبر فخامة الرئيس باسمه وعضاء مجلس القيادة الرئاسية عن تمنياته للرئيسة الهندية بموفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الهند الدوام التقدم والانتهار بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية صديقة يون اسيوك يول وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلادها وعبر فخامة الرئيس العليم باسمه وعضاء مجلس القيادة الرئاسية عن تمنياته لرئيس الكوري بدوام الصحة والسعادة ولحكومة وشعب كوريا المزيد من التطور والنمو والازدهار وصل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسية لمحافظة المهرة في زيارة تفاقدية للمحافظة والاطلاع على أوضاعها ومستوى التداخلات الخدمية والانمائية المقدمة للمواطنين يرافق فخامة الرئيس خلال زيارة نائبا رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله أبو الغيث والمهندس وحي طه أمان ومدير مكتب الرئاسة الجمهورية الدكتور يحي الشعيبي وعدد من الوزراء وعضاء مجلسي النواب والشورى ومن المقرر أن يطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسية على سير العمل التنفيذي كما سيدشن ويضع حجر الأساس لعدد من المشاريع الخدمية والانمائية في المحافظة خصوصا في قطاعي الكهرباء والمياه كما سيعقد فخامة الرئيس اجتماعات عمل مع المكتب التنفيذي لمحافظة المهرة والمؤسسات الحكومية المعنية بتحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية للمواطنين في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية السبأ ووسائل الإعلام أعرب فخامة الرئيس عن سعادته بزيارة محافظة المهرة واللقاء بقياداتها المحلية والمجتمعية لما فيه خدمة مواطنها والتخفيف من معاناتهم التي فقمتها الهجمات الإرهابية للميليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية وأكد فخامة الرئيس إدراك مجلس القيادة الرئاسي والحكومة للأوضاع الخدمية الصعبة التي تعيشها بوابة اليمن الشرقية وتدخلات الحكومية المطلوبة لتخفيف المعاناة عن مواطنيها بدعم من الأشقاء والأصدقاء في المقدمة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبرامجها الإنسانية والإنماية في مختلف المجالات وأشهد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور السلطة المحلية في تعزيز مكانة المهرة كنموذج للاستقلال والتعايش وشريان حياة لملايين السكان وملاز آمن لمئات الآلاف من النازحين الفارين من بطش الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني ودعا فخامة الرئيس المستثمرين ورجال الأعمال للاستغلال الفرص الواعدة في محافظة المهرة مؤكداً اتزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بتعزيز دور سلطاتها المحلية ودعم جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار وتحسين الخدمات الأساسية وكان في استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي في مطار الغيظة الدولي محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر وأمين عام رئاسة الجمهورية ياسر الشقي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة السالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة لشؤون العلاقات العامة محمد محسن رافيث وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى والوكلاء المساعدين وأعضاء المكتب التنفيذي وحشد كبير من الشخصيات الاجتماعية والقيادات العسكرية والأمنية الذين رحبوا بفخامته في أول زيارة له للمحافظة إلى ذلك استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليم رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومع هم وضواء المجلس سلطان العرادة وأثمان مجلي مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية تيموثي لاندر كينغ والسفير الملكي لدى بلادنا ستيفن فاغن وتطرق اللقاء لمستجدات الوضع اليمني والجهود الرامية لإحياء مسار السلام في ظل تعنط الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني وطلع رئيس مجلس القيادة الرئاسي وعضواء المجلس من المبعوث الأمريكي عن نتائج اتصالاته الأخيرة والخيارات المطروحة لدفع الميليشيات الحوثية على التعاطي الجهاد في الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء معاناة الشعب اليمني وفي اللقاء ربى رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه للولايات المتحدة الأمريكية قيادة وحكومة وشعبا في ضحايا الحرائق التي اجتاحت ولاية هاواي متمنيا السلامة للمفقودين والشفاء للجرحة وأجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي تأكيده بالتزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادر وفقا للمرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وأهمية تكامل كافة الجهود على هذا الصعيد مع مساعي الأشقاء في المملكة العربية السعودية لتجديد الهدنة وإطلاق عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وقال فخامة الرئيس إن هذا هو الوقت المناسب لممارسة الضغوط الدولية القصوى لإنهاء عبت الميليشيات الحوثية وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان بما في ذلك إعاقت كافة المبادرات لدفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها والذهاب لاستهداف المنشآت النفطية بهدف إغلاق البلاد في أزمة إنسانية شاملة وأحضر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تداعيات التخادم الصريح بين الميليشيات الحوثية والتنظيمات الإرهابية وعلى فرص السلام في بلادنا مؤكدنا همية تضافر كافة الجهود لمواجهة هذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين ونوها الرئيس بنجاح المهمة الدولية لإنهاء خطر الناقل صافر مشددا في هذا السياق على ضرورة تسريع بين النفط الخام تفاديا لمواجهة كارثة بيئية جديدة من جانبه أشهد المبعوث الأميركي بالنهج المسؤول لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة في التعاطي مع مساعي السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية الأسوأ في العالم كما أشهد ليندر كينغ بالدعم والتسهيلات المهمة التي قدمتها الحكومة اليمنية لإنهاء خطر الخزان صافر قائلا أنه لولا الدعم الحكومي ما كان بوسع المجتمع الدولي احتواء الكارثة البيئية التي كانت وشيكة الحدوث حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية دكتوريح الشعيبي أقر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة اتعادا برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك أقر عددا من الإجراءات في الجوانب الخدمية والأمنية والاقتصادية للتعامل مع التحديات الراهنة بناء على توجيهات مجلس القيادة الرئاسي وفق الأولويات المليحة والتي تمس بشكل مباشر تخفيف المعاناة عن المواطنين واستعرض المجلس تطورات الأوضاع وشؤون العامة على الساحة الوطنية في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية ومستوى تنفيذ القرارات التي تخص عددا من الملفات والقضايا على ضوء أولويات برنامج الإصلاحات الحكومي وناقش مجلس الوزراء الخطط والآليات التنفيذية وضوابط استخدام المنحة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية لدعم الموازنة العامة والإصلاحات الاقتصادية والمالية والنقدية وتعزيز الأوضاع الخدمية والأمن الغذائي وتخفيف معاناة المواطنين ووجه بهذا الخصوص الوزراء والجهات المعانية كلا فيما يخصه بالتنفيذ الصارم لما ورد من اشتراطات في الاتفاقيات والرفع بتقارير دورية إلى المجلس عن مستوى التنفيذ أولا بأول وجدد مجلس الوزراء تعبير عن تقدير بلادنا قيادة وحكومة وشعبا الدور الأخوي البارز للمملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة ووقوفها الصادق لجانب بلادنا وشعبها في مختلف الظروف وهي المواقف التي ستظل خالدة في ذاكرة ووجدان الشعب اليمني مشيرا إلى ما يمثله دعم الموازنة من دفعة لإسناد جهود الحكومة في تخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الخدمات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للمواطنين وإفشال مخططات ميليشيات الحوت الإرهابية في إغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة وأكد المجلس التزام الحكومة بالتنفيذ الصالم لبلود اتفاقية دعم الموازنة وفق الآليات المزمنة المعدة ومضيها في تنفيذ الإصلاحات الشاملة وتطلعها إلى دعم إقليمي ودولي مساند لهذه الإجراءات لافتا إلى الإجراءات القائمة لتنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسي فيما يخص تفعيل عمل مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وتواجد قيادات الدولة فيها وما يتطلبه ذلك من توفير الأجواء الضامنة لعدم توفير أو تقويض عمل المؤسسات وقيادتها تحت أي مبرر وبأي مستوى واستمع مجلس الوزراء إلى تقارير من الوزراء المعنيين بالجانب الخدمي والاقتصادي حول الموقف الراهن والجهود المبذولة لتجاوز التحديات والاختلالات القائمة والمتطلبات العاجلة وفق مسار سريع لوضع الحلول خاصة في خدمة الكهرباء وضبط أسعار صرف العملة الوطنية وأكد دعمه لكل الإجراءات والجهود المبذولة لتجاوزها وإصدار كل القرارات اللازمة لتنفيذها وأحاط رئيس الوزراء أعضاء المجلس في مستهل الاجتماع بمجمل التطورات والمستجدات على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية وأهمية استمرار ومضاعفة الجهود الحكومية خلال هذه المرحلة وترتيب الأولويات وبما ينسج مع الاحتياجات الملحة وأكدا أن أي تصعوبات لا ينبغي أن تؤثر على أداء الحكومة وواجباتها تجاه خدمة المواطنين وتخفيف معاناتهم ومعركتهم المصيرية والوجودية في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا ولفت الدكتور معين عبد الملك إلى أن الحكومة تواجه التحديات المختلفة وتبزل جهود المضاعفة على مختلف المستويات بالتكامل مع الرئاسة وتنسيق الفاعل مع السلطات المحلية مشيرا إلى أن سلوك الميليشيات الحوثية الإرهابية بتعطيل تصدير النفط الخام يستهدف تعميق المأساة الإنسانية الكارثية التي تسببت بها من انقلابها على السلطة وإشعالها للحرب وأوضح رئيس الوزراء أن الدعم الاقتصادي السعودي الجديد هو عامل فاعل لإحراز تقدم في شتى القطاعات الخدمية والتنموية وعامل أساسي سيمكن الحكومة من الإفاء بالتزاماتها الأساسية واضحا أن المملكة العربية السعودية الشقيقة جددت بهذا الدعم ما عاهده اليمنيون عنها وخبروه طويلا من الوفاء والبدل الكريم والالتزام التاريخي لروابط الإخاء والجوار والعروبة وطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا حول الوضع العسكري والأمني وجهود تنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لمكافحة الإرهاب وملاحقة عناصره المتخادمة بشكل صريح مع ميليشيات الحوث الإرهابية والحد من عمليات التهريب ونوه بهذا الخصوص بالحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب مؤكدا دعمه لكل الإجراءات في هذا الجانب واستهل مجلس الوزراء اجتماعه بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة تراحما على روح الشهيد البطل العميد عبداللطيف محمد السيد قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة أبيان والذي استشهد مع عدد من مرافقه في عملية إرهابية غادرة وهم يؤدون واجبهم في ملاحقة فلول عناصر التنظيمات الإرهابية لتخليص الوطن من شرورها مؤكدا أن المعركة الوطنية ضد الإرهاب والانقلاب اللذان أثبتا أنهما وجهان لعملة واحدة مستمرة حتى تخليص كامل أراضي الوطن من شروره وأفعاله الإجرامية ووجه المجلس الأجهزة العسكرية والأمنية برفع الجاهزية ومضاعفة الجهود لمكافحة الإرهاب وعناصره المتخارمة مع ميليشيات الحوثي وتوجيه ضربات استباقية لها وإفشال مخططاتها الرامية إلى زعزعات الأمن والاستقرار وشدد على تعزيز التكامل والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارية للقضاء على شبكات تهريب المخدرات وعمل آلية واضحة للحد من انتشارها ووافق مجلس الوزراء على ميتاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وكلف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع وزير المياه والبيئة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة ترأس وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية للعليا الفريق روكن محسن داعري في العاصمة المؤقتة عادة اجتماعا للجنة الأمنية العليا لمناقشة المسجدات على الساحة الوطنية وتطرق الاجتماع الذي حضره أعضاء لجنة وزير الداخلية لوار روكن إبراهيم حيدان ورئيس جهاز الأمن السياسي لوار روكن عبد الحذيفي ورئيس جهاز الأمن القومي لوار روكن أحمد المصعبي ورئيس حيئة الاستخبارات العسكرية لوار روكن أحمد اليافعي إلى عدد من القضايا خاصة فيما يتعلق بالتنسيق والتكامل بين الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وجهود مكافحة الإرهاب والتهريب وأشهد الفريق الدائري بالحملات الأمنية العسكرية المشتركة في عدد من المحافظات لتثبيت الأمن والاستقرار وتأمين الطرقات والمنافذ ومكافحة الإرهاب ومحاربة التهريب الذي تنشط فيه ميليشيات الحوث الإرهابية مشددا على مضاعفة الجهود ورفع مستوى التنسيق والتعاون والتكامل بين كافة الأجهزة الأمنية والاستعانة بالقوات المسلحة لترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات المحررة حذرت حكومة بلادنا من استمرار ميليشيات الحوث الإرهابية في مسارها التصعيرية الذي يفاقم من المعاناة الإنسانية وينذر بانهيار الأوضاع الاقتصادية ويتعارض مع جهود ودعوات التهديئة وقالت في بيانها أن الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي حول بلادنا في مدينة نيويورك الذي ألقاه مندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله علي السعدي أن فرض هذه الميليشيات جيبايات مضاعف على حركة السرع والبضائع في المنافذ الرابطة بين المناطق المحررة والمناطق الخاضعة لسيطرتها هو خطوة تصعيدية جديدة تندرج ضمن الحرب الاقتصادية المعلنة التي تشنها على الحكومة اليمنية والشعب اليمني وأكدت الحكومة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا التصعيد الخطير وستضطر إلى إعادة النظر في التسهيلات المتصلة بتشغيل ميناء الحديدة واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تحفظ مصالح ومقدرات الشعب اليمني وجدد السفير السعدي التأكيد على انتزام مجلس القيادة الرئاسي الكامل بنهج وخيار السلام العادل والشامل والمستدام والمبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وعليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات المجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها القرار سنين وعشرين ستة عشر وأشار إلى أن الميليشيات الحوثية صعدت مؤخرا تهديدتها باستهداف خطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن واعتبارها مناطق عسكرية والترويح باختبار أسلحة جديدة في الجزر اليمنية واستهداف السفن التجارية وناقلات النفط في ممرات التجارة العالمية مما يؤكد من جديد سعي هذه الميليشيات ومن خلفها النظام الإيراني إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتهديد خطوط الملاحة الدولية وأمن الطاقة العالمي وعصب الاقتصاد العالمي وتقويض جهود التهدئة وإفشار الحلول السلمية للأزمة اليمنية وأشار السفير السعدي إلى استمرار ميليشيات الحوثي في فرض الحصار الجائر على مدينة التعز وإغلاق الطرق والمعابر في ظل صمت المجتمع الدولي على حصار الملايين من المدنيين في هذه المدينة ذات الكثافة السكانية وكذا استمرارها في زراعة الألاف من الألغام والمتفجرات بطرق عشوائية بالمزارع والطرق ومداخل المدن داعيا في هذا صدد الأمم المتحدة ممترة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى مواصلة تقديم الدعم للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام من أجل استمرارية أنشطة تطهير ونزع الألغام وضمان إنقاذ حياة الألاف من المدنيين ومنهم النساء والأطفال وعبر سفير السعادية عن تثمين الحكومة عاليا الدعم السياسي والاقتصادي والإنمائي المتواصل الذي يقدمه الأشقاء في المملكة العربية السعودية تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي أهده صاحب سمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء كترجمة لعمق ومتانة وخصوصية العلاقات الاستثنائية التي تجمع البلدين وشعبين الشقيقين وأكد في ختام البيان أن فرص إنهاء الصراع وأصبحت متاحة اليوم وتتطلب قبل كل شيء الإرادة الحقيقية لإنهاء الحرب وإحلال السلام والقبول بالرأي الآخر والتخلي عن مفهوم الحق الإلهي في الحكم والإنفراد بالسلطة وتضافر وتكامل الجهود الإقليمية والدولية لحل الأزمة اليمنية والعودة للعملية السياسية دشنا وزير الصحة العامة وسكان دكتور قاسم بوحي بحال عمل بوحدة الرانين المغناطيسي بهاية مستشفى الجمهورية العام النموذجي بعدا بدعم مركز الملك سلمان للغاية والعمال الإنسانية عبر منظمة الصحة العالمية وطلع الوزير مع فريق مركز الملك سلمان والممثل المقيم لمنظمة الصحة العالمية دكتور أرتور بيسيغان على الوحدة على المواصفات الفنية والقدرات التشخيصية للجهاز والذي سيعمل على تذبية الاحتياجات التشخيصية للمرضى وأشدد بوحي بحال ضرورة الاهتمام بيوانب تدريب وتأهيل الكادر العامل في وحدة الرانين ورفع مستوى مهاراتهم المهنية لافتا إلى أن هناك تجهيزات يديدة سيتم تزويد هيئة مستشفى الجمهورية مع عدد من المحافظات إلى ذلك بحث وزير الصحة العامة وسكان الدكتور قاسم بوحي بيح في العاصمة الموقتة عدا مع مسؤولة التعاون بالسفارة الألمانية لدى بلادنا مارسيل عددا من القضايا المتصلة بالشان الصحي وسبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وأشهد وزير الصحة بالدعم الألماني لقطاع الصحي عبر بنك التنمية الألماني OLG IZ وعبر الشركاء لافتا إلى حرص الوزراء على تطوير العلاقات المباشرة مع الجانب الألماني وتعزيز مجالات العمل المشترك مشهرا إلى أنه تم تقديم دعم كبير خلال الفترة الماضية في طول الاستجابة الإنسانية لكنه غير موازن لما تم تقديمه بسببه أو بسبب أنه لم تبنى قدرات الوزارة لتقوم بالاستفادة من الدعم ونوه إلى أن الوزارة تعمل حاليا على المراجعة مع الشركاء بشأن المشاريع مؤكدا توجه الوزارة نحو برامج الاستدامة التموية التي تم تشكيل لها فريق متخصص وهناك بعض المحافظات لديها إمكانية للمشاريع التموية والتي حان الوقت لإدخالها في عدد من المحافظات المستقرة جانبها استعرضت المسؤولة الألمانية مجمل على الشطاء والتدخلات لحكومة بلادها ونوعية هذه التدخلات والآفاق المستقبلية لتطويرها في المجالين الإنساني والتنموي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين والدفع باتجاه تعريف المانحين بالاحتياجات الخاصة بالقطاع الصحي في البلاد لقته لافتا إلى أنه يجري التحضير لعقد ورشة عمل تتبنى التأسيس لفهم عمل للرابطة الثلاثية وتحديد آليات عمل مشترك حضر اللقاء رئيس المكتب الفني بوزارة الصحة الدكتور مصلحة توعلي ومستشار وزير الصحة الدكتور عمر زين ومن المكتب الفني دكتورة فوزية حامد بحث وزير الدولة محافظ عدن أحمد لمل اسمع ممثلة السفرة الألمانية مرسيل مازياريك أوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه ألمانيا لتعزيز جهود السلطات المحلية بعدا والمرتبطة بالحوكمة والإصلاحات الإدارية وتنفيذ مشاريع تسهم في تفعيل قطاع التدريب المهني بالتنسيق مع المعاهد الحكومية المتخصة ووجه لمل اسمع دعوة للمؤسسات الألمانية للعمل بشكل مباشر من العاصمة المؤقتة عدن من خلال فتح مكاتبها لإدارة مشاريعها في عدن والمحافظات المحررة بشكل عام مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتدليل أي صعوبات تعترض عمل المشاريع المقدمة من المؤسسات الألمانية والمجتمع الدولي بشكل عام من جانبها أكدت ممثلة السفارة الألمانية حرص حكومة بلادها على زيارة السلطات المحلية في مختلف المحافظات وأخذ صورة حقيقية من الأوضاع أو عن الأوضاع التي تعيشها وعكسها بواقعية إلى المجتمع الدولي تصدت الوحدات العسكرية المرابطة جنوب الجراحي في محافظة الحديدة لهجوم مسلح كانت ميليشيات الحوث الإنقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا على مواقع القوات العسكرية والأعيان المدنية جاء ذلك التصدي الحوثي أو بالأحرى جاء ذلك التصعيد الحوثي إثر الوقفة المجتمعية الحاشدة لأبناء اتهامة المطالبة بفتح طريق حيث الجراحي وإنهاء معاناة المواطنين جراء استمرار إغلاق الميليشيات الحوثية للطريق وأفاد الإعلام العسكري بأن الوحدات العسكرية خاضت اشتباكات مسلحة ضد الميليشيات الحوثية باستخدام الأسلحة الرشاشة والمتوسطة وانتهت الاشتباكات بالتصدي للهيوم الحوثي المسلح وإخماد مصادر النيران الحوثي استهدفت ميليشيات الحوثي الإرهابية تجمعات سكانية غرب تعز من جرائمها المتواصلة ضد الإنسانية وأفادت مصادر محلية أن الميليشيات المدعومة إيرانيا استهدفت قرى منطقة تسوهرة تابعة لمديرية مقبنة بقصف مدفعي وأكدت المصادر أن أربع قذائف هاون أسقطت بالقرب من منازل المواطنين ما أثار الفزع في صفوف الأهالي خاصة النساء والأطفال اعتدت ميليشيات الحوثي الإنقلابية على إحدى المساجد الأثرية بمحافظة إب في ظل انتهاكات مستمرة وجرائم يومية تمارسها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها وقالت مصادر محليان ميليشيات الحوثي الإنقلابية سمحت لأحد عناصرها بالبناء فوق جامع القاضي بمدينة جبلاجن وبغرب مدينة إب وضافت المصادر أن العنصر الحوثية والمدعو عبد السلام الأنباري قام ببناء ملحقات سكانية فوق الجامع بالإضافة إلى استخدام سطح الجامع للطاقة الشمسية ولغسيل الملابس وحاجاته الخاصة وتتعرض الآثار اليمنية بمحافظة إب وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة الميليشيات لعمليات تدمير ومتاجرة ممنهجة متورطة فيها قيادات عرية في الميليشيات الحوثية التي تتاجر بآثار اليمنيين في عدد من الدول الغربية الآن إلى حالة الطاقة سدرية الحرارة خلال 24 ساعة القادمة مشيت الله تعالى اشتركوا في القناة 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 رئيس مجلس القيادة الرئاسية دكتور رشاد العالمي يصل الغيضة في زيارة تفقدية لمحافظة المهرة رئيس مجلس القيادة الرئاسية يبحث مع المبعوث الامريكي الجهود الرامية لإحياء مسار السلام في بلادنا مجلس الوزراء يقرف اجتماعه بالعاصمة الموقتة عادا عددا من الاجراءات في الجوانب الخدمية والامنية والاقتصادية وصلنا إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من قناة عددا الفضائية في امان الله اشتركوا في القناة